وفي سياق متابعتنا لردود الأفعال المهنئة والمباركة بفوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 إلى 2021 فقد شد عدد من السفراء العرب لدى المملكة بفوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان وأيضا بحجم الإنجازات والمكتسبات النوعية في كافة المجالات وعلى جميع المساويات التي تشهدها البحرين فوز البحرين بأغلبية كاسحة بهذه العضوية علامة تقى وتقدير من طرف المجتمع الدولي للمنظومة الوطنية الحقوقية بمقاوماتها الدستورية وأسسها القانونية الدلالة الثانية لهذا الفوز علامة واضحة على مصداقية الإصلاحات الهيكلية في نطاق التوجهات الاستراتيجية والخطط الحكومية لتنفيذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من الدلالات الأخرى التي يمكن الوقوف عندها في هذا الفوز هو أنه نتاج حيوية الدبلوماسيا البحرينية وتحركاتها المكثفة للترويج ملف العضوية معززا بتعاهداتها الطوعية وبهذا المناسبة أود الإشارة أن المملكة المغربية كانت ومنذ اللحظة الأولى وبكل القوة داعمة لهذا الترشيح بحكم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتنسيق المحكم بينهما على مختلف الوجهات إن هذا الإنجاز الأممي والاعتراف العالمي هو تتويج للسياسات الحكيمة التي أرعاها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليف حفظه الله إذ نبارك له هذا الفوز وهذه النسبة العالية وهذه المرة الثالثة البحرين تفوز بهذه العضوية وهذا أيضا اعتراف من المجتمع الدولي لسجل البحرين في حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن والمقيم في هذا البلد الطيب وهذا أيضا اعتراف من المجتمع الدولي لسجل البحرين في حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن والمقيم في هذا البلد الطيب